الشارقة أولى مدينة للترشيد في الشرق الأوسط وهدر المياه لا يتناسب ومعايير وسياسة الترشيد التي تدعو الجهات ذات العلاقة لاتباعها محمد الجنيدي والتفاصيل الماء هو الثروة الحقيقية التي تكرس دول العالم جهودها للحفاظ عليها وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إمارة الشارقة بأن تكون أنموذجا حضاريا تحتذا به في كيفية ترشيد استهلاك المياه ولكن في الجانب الآخر من الصورة توجد بعض أنواع الصنابير في المساجد التي تبتعد عن معايير الترشيد ولا تتوافق مع كون الإمارة أول مدينة ترشيد في الشرق الأوسط صراحة بالنسبة لصنابير المياه أنا نشوف صراف صرف الماء زايد وفي بعض الصنابير الجديدة في المساجد الجديدة حاليا فيها صرف أكثر الصنابير الأولية يمكنك تبطل على راحتك توضع على راحتك يعني أما الصنابير الحالي يعني من التهوس ينزل لك الماء الكمية التي تنزل أكثر عن إرشاد اللي جاء في الحديث صحيح تختلف صنابير المياه من نوع لأخر فبعضها يعمل بضغطة زر ويستمر سيالان المياه لثوان وإن لم تكن له حاجة ونوع يعتبر الأكثر ترشيدا وفاعلية وهي صنابير تعمل بالحساسات أو اللمس المعروف أن الإمارة الشارجة فيها رشاد كبير صراحة وتوعية كبيرة لها في الإرشاد بعدم الصراف من ناحية الماء ومن ناحية الكهرباء فلنتمنى أن يكون فيه صنابير حساسة أو ترجع صنابير الأولية اللي هي الواحد على راحتك وتكون طبعاً الإرشاد موجودة الحمد لله يعني الإمارة مام قصرة فيه إرشاد موجودة بالأحاديث وبتقليم من نسبة المياه لكن نتمنى من الجهات المعنية أنها تقوم بالواجد إن شاء الله هذا تعتبر إمارة الشارقة سباقة ترسيخ سياسة الترشيد التي تبنتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة وذلك عن طريق تنظيم فعاليات طوال العام لترشيد استهلاك المياه وتوزيع ملصقات تحفظ الماء كواحد من أهم الثروات الطبيعية يعد الماء أمانة فلنحافظ عليها لتنعم بها أجيال الغد لأخبار دار محمد الجنيذي الشارقة وللمزيد من الطرح ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي سيد راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد ورئيس قسم التوعية وتطقيف بهية كهرباء ومياه الشارقة مرحبا بك حياكم الله الله يبارك بكم بداية استاذي حدثنا فضلا عن الشرقة إمارة الترشيد ودور هي التوعوي في هذا الصدد طبعا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا نشكر رضاعة الفيديوان الجارجة على ساحة الفلسطة لنا نتحدث عن موضوع الترشيد طبعا ذلك بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم عضو الجزء الأعلى حكم الشارقة حفظ الله الهداف والاستراتيجيات والمبادئ التي وضعتها طبعا هذكا 400 شارقة بشأن وثيقة الشارقة مدينة الترشيد ولهدف طبعا من خلالها تحقيق التنمية المستدامة بمصويات عالمية وطبعا دائما بتوجيهات من سعادة الدكتور الماندس راشي دليم وهو طبعا يسعى بخطر حديثة لتحقيق حلم جعل الشارقة مدينة الترشيد ولتبوأ مكانتها طبعا كأول مدينة الترشيد في المنطقة ونحن طبعا في دارة الترشيد حرصنا على إطلاق مبادرات ومشاريع تخدم هذا المجال والهدف طبعا اللي رسمناه تحقيق نسبة توفير 30% ورفعنا شعار لذلك بالترشيد لكل مستفيد طبعا حين استهدفنا طبعا شرائح المجتمع طبعا ما تركنا شريحة إلا استهدفناها معظم شرائح المجتمع وهم طبعا غيرات البيوت والموظفين والطلاب والخدم وغيرهم من أهم طبعا المبادرات التي تلقناها طبعا في الفترة الماضية اللي هو مشروع تققوهم وهو طبعا يستهدف الخدم ومشروع إداها صح طبعا نستهدف فيها البيوت الجديدة ومشروع طبعا مهرجان العمال الأول الذي سوف إن شاء الله ينطلق عما قريب وهو طبعا بيكون على مستوى إمارة الشارقة وربما يكون الأول على مستوى المنطقة حتى وأيضا مشروع للطلاب يكون رحلة إلى الماضي وكذلك مشاريع كثيرة نعم لو تحدثنا عن مبادرة توزيع صنابير المياه المطابقة لمواصفات الترشيد على مساج إمارة الشارقة طبعا من الأمور التي تفرحنا والله يعني تفاضل تافر الجهود والتعاون المستمر بين مؤسسات الإمارة حيث كانت هناك اجتماعات مستمرة بين هيئة كاربا مياه الشارقة ودائرة الشيون الإسلامية لوضع حلول لمشكلة هذر المياه وطبعا هاي كانت من مشاكل موجودة والملموسة عند كثير من الناس واللي يلاحبونها طبعا أطلقنا مبادرة لمشروع منابر الترشيد وتهناول طبعا شقين منها طبعا توعوي ومن هذا التوعي طبعا قمنا بزيارة الأئمة في المساجد وإعطاهم محاضرة عن موضوع الترشيد وتلصيق طبعا بوسترات ونشرات في المساجد وغيرها من المسائل ومنها طبعا من ناحية الفنية حيث طبعا قمنا في دارة الترشيد بزيارة أكثر من 170 مسجد وتنظيف طبعا الفلاتر فيها وتركيب أكثر من 500 محبس طبعا هذا بمواصفات تعتبر عالمية وهي طبعا تعتبر مرشدة للطاقة وطبعا نقوم بدراسات مستمرة لمباني المساجد وأخذ قراءات وكشف تسربات وغيرها من المسائل التي نحرص دائما على تطبيق أفضل معايير الترشيد في هذه المباني نعم رسالة توجهون أستاذ راشد للجمهور لترشيد استهلاك المياه دائما نسعى لجعل المساجد نموذج يحتذا به في المجتمع وحيث نتحدث عن المساجد لا شك أنه موضوع جدا مهم وهذا موضوع مفروح ومحزن مفح حيث أنه وضعت طبعا المؤسسات الدولة من أهم أولياته وعلى رأسها طبعا هيئة كاربامية الشارقة وضعت أهم من أولياتها طبعا اللي هم المساجد والاهتمام فيهم والعمل الدائم طبعا على الترشيد فيها ومن الأشياء المحزنة فعلا لاستهتار ولا مبالاة عند كثير من مرتادي المساجد في استهلاك الماء وطبعا لو تأمل هذا الشخص مرتادي المساجد لحظة كم هي من الجهود طبعا مبدولة وكم من الأعمال سواء كان من فنيين ومهندسين يملون ليلة النهار لإيصال هذه الخدمة وكم هي من الأموال التي تنفق على توصيل هذه الخدمة لو وجد فعلا أن الموضوع لا بد أن تتضافر فيه الجهود تتكامل فيه يعني جميع أفراد المجتمع تتكاملون فيه تحقيق هذا الأمر نعم كان معنا عبر الهاتف السيد راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد ورئيس قسطية والتقيف بهية كهرباء ومياه شارقة شكرا لك حصل مستشفى الجامعة بشارقة على شهادة الاعتماد من اللجة الدولية للمشتركة الاعتماد المستشفى